السلام عليكم يا جماعة يا ربي يكون الجماعة بخير أنا هتكلم عن صفة من خلال حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كلنا بنبغضها الله سبحانه وتعالى ورسوله يبغضها وأي إنسان عاقل بيبغض هذه الصفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر والتقابر والتعاظم على الناس من أسوأ الصفات وبيدل على فساد القلوب والرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح سوء عاقبة الكبر وبيصيب بعض المفاهيم عند الناس المتعلقة بحسن الهيئة فيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أي لا يدخل الجنة أحد في قلبه وزن ذرة من الكبر وهي التعاظم والمبهاه على الناس والذرة يقال إنها النملة الصغيرة أو ضق حاجة لأن الدين دين بيحاسب على مثقيل الذر من عمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى وهو يدل على أن أقل القليل من الكبر إذا وجد في القلب كان سببا لعدم دخول الجنة ففيه رجل حب يستفهم هل النظافة وهل حسن الهيئة من الكبر قال له إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة هل يعد هذا يعني من الكبر لا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا كانت الهيئة ومظهر الهيئة حسن ليس من الكبر لأن الله سبحانه وتعالى إن الله جميل يحب الجمال أي هذا من النظافة والجمال الذي يحبه الله ولا يبغده مدام لم يورث في القلب ترفعا على الناس إنما هو بيان نعمة الله عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمت الناس أي معنى الكبر المقصود في الحديث هو رفض الحق والبعد عنه وغمت الناس إن الإنسان ده بيحتكر الناس وفي الحديث هنا النهي عن التكبر والتعاظم على الناس والنهي عن رفض الحق والبعد عنه يا رب نكون استفدنا ويا رب يجعلوا في ميزان حسناتنا جميعا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة